ومن فن المسرح للفنون البصرية ومهرجان بلدك اللي بالفعل بركز على الفنون البصرية وعلى فن الشارع بشكل عام شو هو فن الشارع وكيف الأشخاص اللي مقبلين على الفن بيحبوا يتعرضوا لهذا النوع مش بس بالمعارض الفنية كل التفاصيل راح نعرفها من دلال من تولي سعد صباحك دلال حضرتك منصقة من فريق مسرح البلد وفنانة مشاركة بالمهرجان أهلا وسهلا فيك إذا نتحدث عن فكرة المهرجان هو يقام للمرة التامنة الدورة التامنة حطينا أكتر عن فكرة مهرجان بلدك مهرجان بلدك هو عبارة عن مهرجان فنون بصرية ومختص أكتر بجداريات هذه الثامن مرة بنعمله كل سنة كالعادة في عنا ثيمة ثيمة هذه السنة هي الفن هو البيئة البيئة هو الفن نعم مستوحي أكتر عن فكرة كيف منقدر نحافظ على البيئة اللي حوالينا كأفراد وكمجتمع أكبر نعم هذه السنة كمان عم نقدر يكون بس الفنانين عم يكونوا محليين عادة منجيب فنانين من بره والمهرجان نعم دلال قبل ما نحكي ممكن عن تفاصيل هذه الدورة وهذه السنة بحب نعرف ناشلال اللي أول مرة بيسمعوا عن هذا المهرجان أو فكرة أن يكون في عنا مهرجان مختص بالفنون البصرية من فن الشارع تحديدا هذا المهرجان نبذ من بس فكرة مش بس يضيف جمالية بجيدريات بعمان بس هو كمان نابذ من فكرة احتياجنا أنه نشوف هذول الأشياء من ناحية أنه قدي عمان متعودين عليها باللون البيج تبعها بعم نحاول أنه يعني مش بس عمار مش بس عمرات بزبط مش بس كلهم عمرات بشبهوا بعض بالعكس من نضيف ألوان لعمان وضواحي عمان نعم فكرته إذن الرسوم التشكيلية بمختلف الألوان بمختلف الأشكال على الجداريات بعدة مناطق هذا هو فن الشارع اللي نبثق من فكرة أنه الفنانين مش نخبويين أو مش حكر فقط على الأشخاص اللي حبين يزوروا المعارض الفنية احنا بنقدر نجعل العاصمة أو أي مدينة معرض بحد ذاته صحيح؟ نعم شغلت كمان الفنانين بتصفي أنه الفن الشارع كمان نابع من ثقافة أكبر لثقافة الكرفيتي فهذا هو جزء جزء منه نعم فأنه فكرة كمان أنه الشارع لألنا زي ما الشارع لكل حدا تاني صحيح ومنقدر نحط لمستنا فيه نعم من 11 ل18 هذا المهرجان به عنوان الفن هو البيئة والبيئة هو الفن شو رح يتخللوا؟ شو المناطق اللي اخترتوها كمان تقريباً عشرين منطقة عم نحكي؟ نعم نحكي فوق العشرين حيطة وفوق العشرين فنان كلهم محليين والفنانين تعونا بيجوا من كبار للصغار عندنا ناس عندنا خمسة عشر سنة خبرة لأول مرة بتروسوا مع حيطة نعم والمناطق تاتنا كمان بتتراوح يعني عندك مناطق بهاشمي الشمالي فنروح عمان الشرقية ونروح عماركا وعننا بمرج الحمام والصوفية فالمناطق كتير متراوحة والحيطان كمان متراوح أحجامها نعم جميل إذا من نحكي عن المناطق حددتوها أو العشرين جدارية على أي أساس حددات وين المناطق اللي رح تكون كمان عشان الناس تروح تزور وتشوف المناطق بيقدروا يتابعونا كمان على الانستجرام أو على الفيسبوك منحدد كل المناطق دائماً فعالين نفرجيهم ويقدروا يروح يشوفوا كمان الفنانين هلأ منطقة السوفية فعالة ومنطقة مرج الحمام كمان فعالة حتى بعد يعني بعد يوم الخميس لسه فيه نعم طيب بالنسبة للعنوان اللي اخترتوه البيئة هو الفن والفن هو البيئة ليش تم الإختيار هلعا نتحدث أيضاً من ضمن يمكن ما يحدث حولنا واهتمامنا في موضوع البيئة والصحة وتأثير الفن عليها خلال هذا الوقت هي كمان عا بتحاول انه ما تكون تكون تعطي وعي لفكرة البيئة وفكرة ان احنا مسؤولين كمجتمع وكانوا مسؤولين كأفراد فهي كمان كانت فكرة كيف نقدر نضغط فنانيننا لانه نقدر يحاولوا يوجهوا رسالة معينة من خلال فنهم من خلال ستايلهم على يشوفوا كيف بيقدروا يعني يؤدوا لاشيه لانه دخل بمحور البيئة ويحوط المسؤوليات هنا كلنا من واجهها بطريقة أو ما يعني كل حدا هلأ له مسؤولية كفرد مع الجائحة لها بتصير ومع موضوع البيئة نعم المشاركين رح يكون فنانين محليين مزبوط برضو على أي أساس تم اختيارهم أو هو يمكن تطوع شخصي لكل اللي حابب يكون متواجد ضمن هذا المهرجان هلأ تحديات هذه السنة هي كانت إنه كالعادة عنا ميكس بين الفنانين الأجانب وفنانين محليين نعم طبعا ما منقدر نجيب حدا من بره فصفينا كمان البروتش طبعا كله تغير من ناحية إنه كالعادة بنعمل أوبن كول هاي السنة قررنا إنه نجمع فنانين وصفينا عادين عم ندخل أكتر هانز آن معهم الفنانين اللي كالعادة بيجوهم زي ما بحكي يا عندهم خبرة يا مهتمين يا هذا بس كمان مع الظروف أقل للعدد من العادة اللي ممكن نقبله وعم نحكي عن فن حر يعني شكل الرسومات الجداريات هو مساحة الفنان الخاصة مزبوط بالاختيارات هاي الفكرة كمان بالمهرجان كالعادة دول فنانين اللي بتعامل مع جداريات ما بكونوا الحرية الشخصية بأنهم يرسموا اللي بدهم يا أكتر إشي بتبين بالمهرجان وهي فرصتهم إنهم يتحدوا يقدروا يعمل إشياء عثيم وبنفس الوقت يبينوا ستايلهم يبينوا اللهم مجابوا عليهم يرسموا ما عنا تحكم عايش بقرروا نعم إذا نتحدث عن يعني التأثير الاجتماعي على فن الشارع قديش بعد 8 سنوات أو 8 دورة لهذا المهرجان عم تلمسوا أكتر وأكتر يعني بأول مرة يمكن ما كان الإقبال ما كان التفاعل هلأ صرتوا تحسوا إنه لا الناس عم بتحب إنه بالفعل نشوف عمان أو أي منطقة بجدرانها وجدارياتها مو زينة بشكل مختلف يعني أنا لأجل الصدفة كنت بمنطقة صوفية وبتعرف الواحد هيك مع جمود الأفكار وجمود الحياة ضربت عيني على جدارية كتير حلوة فبحكيت قديش عن جد الفن بيفصلنا عن الواقع وجمود الواقع قديش هدا صرتوا إنتو كمان تلمسوا صراحة عم نوصل لمرحلة إنه مع يعني الأشياء اللي قادرين نشوف التأثير عليها فيه أشياء لسه خبايا ما منعرفها فمنعطيكي مثال زي هاشمي الشمالي هاشمي الشمالي بحي الزغتيت مشروع صرنا عم نرجع لهم أكثر من ثلاثة سنين هلأ ووصل لمرحلة إنه الناس اللي هناك يعني لسه قبل مبارح كنا بنرسم فيها نعم وبيعودوا الأولاد الصغر حوالينهم وعادينا عب يكونوا ناقدين عب يحكوا عن اللون عب يحكوا عن كيف هذا الإشكال عب يحكوا عن شو اللي عجبهم ومش اللي عجبهم فهيصير فيه واعي فني كتير أكبر نعم يعني بدل ما صرنا نخرب يمكن الأماكن العامة أو الجداريات عم تحكي لي إنه سكان المنطقة صاروا يشاركوكم بالرؤية الفنية لشكل الجدار هم عب يصير عندهم رؤية فنية كمان فهذا الإشي حلو يعني صار مع بعض الجمالية يعني عب يصير إنه كيف كيف هذا الإشي عب أثر فيهم بطريقة هم ممكن مش هاتوا مستواعبينها صح دلال إذا بنا نحكي عن تجربتك أنت شاركتي بسنوات قبل بالـ 2018 مضبوط وهلا أنت منسقة بالمهرجان وأيضا مشاركة كفنانة فحكي لنا عن هذه التجربة أنا صراحة بحث بلشت كفنانة ولما بلشت أدخل أكتر بموضوع التنسيق شفت كيف بالأخص بهذا السين قدي مهم نقدر مش بس ناخد ناخد عشان الفرص مش كثيرة بس كمان نعطي نعطي فصفت الشغلة إنه عب بحاول أنج يعني السنة الماضية بس نسقته اللي قبلها بس رسمت وهي السنة عب بحاول أعمل التنسيق كيف لما يكون إنه تنسيق مع رسم؟ صعب ومجهد بس بالآخر عشان كمان الفريق اللي عندي الفريق طبعنا كتير مساند وكتير بحاول على أي حدا فني فعب يعطوني الفرص إنه نفس الوقت يكون عندي مجال للتنسيق وكمان أرسم وليه رح أصفي عب برسم يومت الأحد أصوفية نعم كيف طريقة المهرجان أكتر؟ يعني هل الأشخاص المتواجدين في المنطقة أو ممكن يتواجدوا بيحضروا الرسم؟ ولا فقط إنه تكون الرسم جاهزة وإنتما بدكم أنتو بتقدروا تزوروا الجدار؟ نعم نحن دائماً منشجع إنه ميجوا ويحضروا عشان كتير في ناس مهتمين بهذا السين وبالي عب بيسير كتير دائماً بيجي لنا إقبال على إنه كيف نقدر نشارك كيف نقدر نعمل فأول فرصة يجي لهم أنه يروحوا يشوفوا كيف نعمل نعم وزي ما حكيت لك المهرجان دائماً بيعطي فرص لناس جديدة عنا حدود العشر أشخاص جديد يا بلشين جديد جديد يا أنا أول مرة عبر سمع حيطان نعم بلشين جديد بمبدأ الرسم أو عم نحكي الرسم على الجداريات؟ هلأ رسم الجداريات كتير مختلف عن الرسم الطبيعي نعم بتفكريها زي إنه بعد ترسمي على ورقة وآلام بس بالأحرى هي كتير أكتر تكنيكل من ما هي فنية لأنه أنت بدك تشوفها على مساحة أكبر على كانفس أكبر مو بس هيك ما عندك وقت كتير لإنه تفكر إيش بدك ترسم أو إنه تقعد قائم هيك أو أضيف هيك وكتير جاي أكتر إنه أكتر لازم فيه جدول لازم تتبعه أو في طريق الجزء اللي بشتغل فيها من عقلك كتير مختلف عن الرسم يعني هاي إنتو حد تدربكم عليه أو اللا عم تيجي مع موهبة الفان بس عم تتخيلها على مساحة أكبر هي هي ثقافة وفيها كتير ترايل إن أير يعني مع مع الفنانين وكمان هلأ عشان المجتمع تبعنا صغير بالحدة بصير يتعلم من التاني نعم بالعكس هذا اللي كنا نحاول نام لهذه السنة إنه عملنا ورشات عامل قبل المهرجان نحكي أكتر عن الثين بس كمان للناس اللي لسه ما بيعرفوا يرسم ونفرجيهم كيف ممكن يقدروا يرسموا وعنا كتير الفنانين عندهم خبرة بهذا الأشي نعم يساعدوا بعض سنة عن سنة شو عم بيفرق على المهرجان طبعا إحنا منوضح أيضا إنهم بتنظيم من مسرح البلد صحيح فسنة عن سنة شو عم بيفرق بهذا المهرجان بكتير نواحي عم بيفرق المهرجان هو عم بيكبر أكتر وأكتر كالعادة كمان صار عنا إقبال أكتر من الناس ومن اللوكل ومن الانترناشنل فعب صفي كتير في ناس منبرج عبالهم يجي كمان عشان عنا شركات مع مثلا اشتاد فان كونست بألمانيا ومعان كمان عنا داعم والداعم طبعا عب بكتر يعني عب بيصير عنا داعم من الاتحاد الأوروبي من جي اي زاد وأكيد مع شراكة مع أمانة عمان فالإقبال عب بيصير داخلي وخارجي ونحنا كمان عب بيصير عب بيسهلوا علينا الشغل عشان عب بيصيروا انه تعالوا ارسموا عهدتنا تعالوا اعمالوا صار فيه دعوة من المجتمع المحلي بالضبط بايع عب بكتر والفنانين كمان عب بيشوفوها انه هذا اشي بيقدر يتباو اللي هو من قبل ما كانوا يحسوها اشي ما صار بيقدروا يمشوا على فن الشارع شو الفكرة اللي بيعززها بالمقام الأول بتشعري من خلال تجربتك من خلال أصداء للناس المحيطين زي ما حكيت بطلنا احنا بس ضمن جدران معرض معين لا احنا عم نتوجه للشارع للعامة لكل الأذواق كمان اظن فن الشارع هو فن كتير يونيك كتير كتير من ناحية انه انا لازم مش بس افكر عن رسمة بتتخزن اراح عب بفكر عن اشي زي تقريبا عم بخصبه على حدا عشان ما بتقدر انك ما تطلع عليها لازم يصير عندك واعي معين بانه انا شو عب برسم وهي طول كتير كتير قوية مش هينة ومش كل الفنين عندهم ياها ان اوصل المسج تعتي لعدد كتير هائل من الناس انا بحب كل الناس صراحة تتوجه للمناطق اللي راح يقام فيها المهرجان اذا بتقدري برضو بشكل سريع في الختام تذكري لنا اهم الجداريات اهم المناطق اللي راح تكون موجودة تقدروا تروحوا على صوفية بتقدروا تروحوا وكل هذو الاشياء موجودة كمان على الفيسبوك بيج وع الانستجرام بيج تابعنا لبلدك بتقدروا تلاقونا على بتلاقونا بالصوفية بمرج الحمام هاشمي الشمالي كتير منطقة مهمة تزوروها كمان عنا بجبل عمان عنا بالويبدة كتير كتير في مواطق بتدروا تزوروها وله هلأ المهرجان ماشي فبتقدروا تتابعونا متى ما بتقول لا تمنتعش لا تمنتعش عشرة اكثر ما اثر فيك بهذا المهرجان او هيك تعلمتي بشكل شخصي اللي تعلمته بشكل شخصي اللي تعلمته بشكل شخصي بتخيل هو انك التجربة لما ترسم بالشارع انت زيك انك عبت عامل عرض بطريقة او ما وكيف طريقة تعاملك مع الناس تتغير انت عبت عمل تجربة كتير مميزة وما حدا كتير ناس اقلال بواجهوها بكيف تتعامل مع الشارع انتي تمشي بالشارع وبتشوفي ناس بس هي انه انا كفنان كيف ممكن هذا الشخص اللي بالشارع عب يجي علي بطريقة كتير مختلفة عب يجي علي عب يحاوق وعب يدخل معي بطريقة ممكن انت واجهيها بالشارع شكرا لك دلال متولي وشكر الموصول للقائمين على مهرجان بلدك ومسرح البلد يعطيك الف عافية موسيقى موسيقى موسيقى